عايزة الحق برضو أسأل سؤال الدكتورة عبلة قبل ما نخلص الفقرة الأولى إيه تأثير القيصرية على الأطفال الأطفال اللي بتشوفيهم خارجين بقيصرية غير موضوع التنفس في الفترة اللي بيبدأ يرضاع نموه كاتش أب زي ما بيقولوا الجروس بتاعه النمو هو حضرتك لحظوا أنه طبعا عملية القيصرية بتمنع حكاية رعاية الجلد للجلد والتواصل اللي بين الأم والبيبي فأول الولادة وده اللي له عشرين فايدة في تطور الجسم كله عشان كمية الاسترس هرمونز بتقل خالص زي مثلا الكورتيزون والكلام ده والأكستوسين اللي هو بيسموه هرمون السعادة بيزيد وبالتالي الطفل بيكون حالته النفسية مرتاحة جدا في الفترة الانتقال دي احنا عندنا نسبة كبيرة جدا من القيصريات بتتم بتخدير كله مش داكتير سباينل أو إبيديورال اللي هو تخدير النصري وبالتالي الطفل دوت ما بيحدعوها لصالش مع أمه من الأول وطبعا برضو ما عندناش البراكتس دا موجود في مصر قوي طيب الأطفال دول بقى بيحصل لهم إيه أولا الرضاعة الطبيعية بتتطرب لأن ما بيقدرش الأم تقوم بالرضاعة الطبيعية زي الأم اللي والدها طبيعي بتاخده من تحت تحطه بعد الساعتين ثلاثة تلها قادة بتردع دا دوت عندها ستناشر ساعة لما تفوق وترتاح وتقدر ويخبطها في بطنها وبطنها من الجرح يوجعها فالرضاعة الطبيعية بتتأخر بانتجعنا حاجات كتيرة جدا بالنسبة للطفل زكاءه بالنسبة لتعرضه للسكر بالنسبة لنقص نسبة الأكسجين مجموعة ثانية من مشاكل نتيجة القيصرية كمان لقوم بيتعرضوا لنقص نسبة السكر في الدم ساعة من أول يومين ثلاثة في الولادة لقوم بيبقى عندهم من السرس بيتعرضوا لأنهم بيكون عندهم نقص في نسبة السكر في الدم ويجي من أسباب دخولهم الحضانات برضو مش بس رعب التنافس طيب بعد كده لقوا نموهم بقى بعد كده في أول ألف يوم اللي هو سنتين الأولينين لأول أطفال ده دولة كلهم بيبقى معرضين للسمنة بيبقى معرضين للمشاكل اللي بتنتج عن التراب في العلاقة اللي بينهم وبين أهليهم الحاجة المهمة جدا أن الأوتزم اللي هي مرض التوحد لقوا أعلى في الأطفال اللي هم مولودين وحاجات كسيرة ترابات نفسية في الأولاد المولودين في قيصرية والأولاد المولودين بدون مبعدة ما بين الحمل برضو دي حاجة تانية من اللي هي بتزود معدلات التوحد ترجمة نانسي قنقر